وفي الملف الأمني كشفت مصادر الأمنية بعض التفاصيل عن قيادة عمليات سومر التي تم الإعلان عنها مؤخرا وقال المصدر أن عمليات سومر ستكون مرتبطة بقيادة القوات البري حصرا ومن جميع النواحي مشيرا إلى أن جميع قطعات وزارتين الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بمحافظات ذيقار وميسان والمثنى تحت إمرأة قيادة سومر من ناحية العمليات عادة جهاز مكافحة الإرهاب هذا وكان مصدر الأمنية قد كشف عن تشكيل قيادة عمليات سومر ومقرها قاعدة الإمام علي الجوية